امبارح الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت فوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله على أكثر من 39 مليون صوت انتخابي وسط إشادة دولية ومحلية بنزاهة الانتخابات والإقبال الكبير من المصريين على التصويت بنسبة مشاركة تاريخية تخطط 66% احنا امبارح شفنا الإعلان بتاع النتيجة وشفنا الناس موجودة إزاي في الشوارع والميادين وشفنا القوى السياسية وهي بتحتفل والمصريين كمان وهي بتحتفل كلها بهذه النتيجة الكبيرة خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن نتائج الانتخابات ايه أبرز الملفات اللي حتكون محل الاهتمام في الفترة الجاية منرحب بضفنا اللي بينوارنا في الستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم الأصاص رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع منوارنا أستاذ أكرم الأصاص على الجودة اهلا وسهلا سهلا سهلا مبارح أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية بنسبة 66.8 أو تقريبا يعني 67% ده رقم احنا ما كناش متعودين عليه خالص في الانتخابات السابقة أو اللبلها هو طبعا كان ظهر من حجم التصويت وحجم اللي جان والحقيقة الزحام الشديد والطوابير اللي كانت موجودة أثناء التصويت 3 يام بتوع الانتخابات وده الحقيقة كان كاشف منذ البداية ويمكن نتكلمنا في ده على فكرة أنه شعب المصري مدرك وعنده ترمومتر واضح جدا لتحديات اللي بتواجهها الدولة وثقته فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يكمل المسيرة بشكل أو بآخر ثقة فيه وثقة في الدولة المصرية خاصة وأنه الأحداث يمكن الأخيرة كانت كاشفة عن حجم التحديات الكبيرة اللي كانت موجودة لكن كمان على أمل كبير في أنه استكمال التفاصيل والمشروعات والخطوات اللي حصلت لأنه هذا التصويت غير المسبوق الحقيقة كان كاشف عن إدراك الشعب المصري على مدى العشر سنوات اللي فاتت مش بس الحجم التحديات كمان لي قدرة الشعب المصري نفسه على أنه نتخطى كثير من الصعاب والتحديات اللي فكك الدول الأخرى حوالينا مش بس كده كمان أنه شعب المصري كان بواجه هذه التحديات الإرهاب والأزمة الاقتصادية والاقتصاد اللي كان شبه منار وبنية أساسية وأمراض وغيره لكن حس أنه خلال السنوات اللي فاتت نجح في أنه يقفز قفزات مهمة في أولا مواجهة المشكلات المزمنة ووضع البلد على سياق الطريق السريع للتقدم يعني حتى لو كان في بعض التفاصيل اللي حصلت ثلاث أزمات كبار زي كورونا زي الحرب الأوكرانية زي التفعات الأسعار زي ما يجري في غزة وتحدي وجودي كبير جدا الدولة المصرية والمنطقة إلا أنه قادر خلال السنوات اللي جاية على أنه يفتح الباب أمام إعادة وضع البلد فيما يتعلق به فتح المجالات العامة إدارة الاقتصاد بشكل آخر كمان مشاركة سياسية الانتخابات كانت تكشفها عن مشاركة سياسية كانت كمان تكشفها أستاذ أكرم على فكرة التعددية السياسية بشكل كبير كانت طابعة مهم جدا في هذه الانتخابات الرئاسية لو حبينا مع حضرتك نحلل بعض الأرقام يعني من قالت أنه احنا الرقم حوالي 67% هنتكلم على أعلى نسبة تصويت في تاريخ الاستحقاقات السياسية والرقم ضخم الحقيقة والرئاسية الرقم الثاني حصول السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على حوالي 39 مليون صوت 702 ألف بلتكلم على نسبة 89% قراءتك لهذا الرقم ده كاشف حاجتين أولا حجم المشاركة غير مسبوق يعني بهذا الشكل وكان باين في اللجان وفي الحجم الزحام غير الطبيعة ومع ذلك الحقيقة أنه برغم هذا الزحام كان فيه الهالة الوطنية للانتخابات والتحالف الوطن العمل الآلي وحياة كريمة والمتطوعين وغيره والشرطة الحقيقة أتاحوا فرصة لسهولة هذا الأمر كانوا المصريين لديهم هذه الرغبة وتم تلبية هذه الرغبة بشكل واضح النسب طبعا في المشاركة غير مسبوقة الأمر الآخر أنه العدد الكبير اللي صوت للرئيس عبد الفتاح السيسي بيصدق أنه هذا الرجل اللي أخلص على مدى السنوات اللي فاتت منذ تولى الحقيق منذ كان وزيرا للدفاع واستجاب للشعب المصري في لحظة فارقة جدا كان فيه تحدي وجودي أعتقد كاتددولة يعني فيه سياق مختلف مش بس كده وكمان نو ما تولى ما اكتفاش بفكرة أنه الأمن والاستقرار بس وأن كان ده في غاية الأهمية للشعب المصري دايما بيقدره لكن كمان كان كل الملفات كانت مفتوحة وما كانش مهم ما كانش ممكن إغلق ملف وركنه لفتح ملفات أخرى يعني كان الإرهاب المرعب اللي كان موجود في سينا واللي النهاردة بنربطه بالمخاططات اللي موجودة كان بيدرب وكان عليه ظهير دعائي وأعلامي ضخم من منصات ضخمة طول الوقت بتصب تشكيك وتصب أكاذيب وتصب شائعات وفي نفس الوقت بدأ الحقيقة كان دايما السؤال قبل حتى 25 ينار هنبدأ منين على اعتبار أنه كل الملفات مفتوحة فيه ملف البنية الأسسية فيه ملف الطرق اللي كانت مسدودة تماما والقاهرة تكاد تكون بتتشل فيه ملف تكدس الهيئات الحكومية والمصالح في القاهرة مفيش ممرات تنمية مفيش إمكانية أن انت تتوسع جغرافيا مصر اللي كانت على 5-7% على مدى عقود الأرض الزراعية احنا 95% صحرة كل ده بدأ في وقت واحد الحقيقة كان فيه تشخيص واضح الحقيقة للأزمة ورئيس الحقيقة ما قدمش نفسه بوعود أو يعني دايما الوعود والكلام السهل أو بالحلول العجلة السريعة اللي هي توفر للناس أكل وشربه وفي نفس الوقت يبقى المستقبل مقفول الحقيقة كان فيه سياستين مهمين جداً اتبعهم رئيس عبدالتحسيس ويمكن ده زود الثقة لدى الناخب المراضي وكان حريص على إنه يقول إنه هو مقتنع بده وإنه تقبل ده بمعنى إنه المبادرات الرئاسية فيما تعلق مثلاً كان الفيروسي ده أزمة كبيرة جداً العشويات أزمة كبيرة في تحيط القاهرة نفس الوقت شلل في الطرق البنية الأسسية الزراعة فيها مشاكل الصناعة مطلوب نفتح الصناعة حل هيبقى فيه استثمارات تيجي ونتكلم في صناعة وزراعة وتنمية وما فيش طرق أو كباري أو طاقة يعني حل أزمة الطاقة ودي أزمة كبيرة جداً الناس النهاردة اللي بتكلم في ساعة أو ساعتين وهذا الكلام ممكن يبقى لديهم حق لكن كمان ما كانش فيه أصلاً كهرباء لا تكفي للإضاءة ولا تكفي لتشغيل هذه المصانع أو الزراعة النهاردة الكهرباء بقتها سي نحن نتكلم على طاقة جديدة ومتجددة وطاقة كهربائية بطريقة أو بأخر كل ده اتعمل في وقت واحد ودي كانت يعني مبادرة الفيروسي ممكن أحداث غزة غطت عليها المنظمة الصحة كانت بتكلم على أنه مصر أول دولة في العالم نجحت في أنها تقضي على الفيروسي وهنا في اعتراف دولي العشوائيات مش اتنقلوا لي مساكن لا اتنقلوا لمجتمعات كاملة دي انفاق ضخم ممكن بعض الناس تبقى شايفة أنه مش ظاهر لكن هو الحقيقة نقل مجتمعات كاملة إزاي بقى مرزاهر إزاي ناس كانت عايشة على سقف عبارة عن بطنية بقى عندها أربع حيطان ومواصلات حتى المنصات إياها كانت بتتعامل مع هذا الأمر على أنه ده إهدار إحنا بنصرف الفلوس دي ليه؟ منين الأهلين من مجتمعات شديدة العشوائية إلى مجتمعات حضارية؟ نفس الأمر الفكرة حجم الطرق الكباري والمدن أكثر من أربعين مدينة من الجيل الرابع إحنا زدنا حوالي 25 مليون تقريبا من 25 يناير إلى كده وفي تسعة مليون من اللاجئين موجودين والناس اللي رجعوا من دول اللي حصل لها مشكلات زي ليبيا وسوريا والعراق وغير كل دول تم استعابهم بالإضافة إلى أنه بنتكلم على ممرات تنمية واضحة كان قناة السويس جديدة سومها المنطقة الاقتصادية قوي الأنفاء اللي ربطت سينة بالوادي والدلتا واستصلاح 500 ألف فدان ونتكلم في الدلتا الجديدة ونتكلم في صناعات زي رمال السوداء وزي كوارتز وزي غيره كل دي كانت خطوات أعتقد كلها عملت بشكل متوازي وبشكل يبدو أنه استوعب عدد كبير جدا من فرص العمل واجه كل ده ومنواجه كلنا الإرهاب والتحديات المختلفة الإقليمية وملفات أفريقيا وملفات إعادة العلاقات العربية وحتى في كل هذه المشروعات أستاذ أكرم ده يعني يتطلب في ولاية رئاسية جديدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يستكمل هذه المشروعات يستكمل هذا الحلم الخاص بالمشروعات القومية في شتى المجالات المختلفة لو أنا عايزة أرجع مع حضرتك للمشهد بالأمس وفكرة أهمية أنه العالم يتابع ما حدث في المشهد الانتخاب المصري لأنه فكرة الاستفاف في هذه اللحظة وراء مرشح وفوز هذا المرشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في لحظة مهمة جدا بتمر بيها البلاد وبتمر بيها المنطقة يعني نحن بتكلم أنه سبب رئيسي من أسباب الإقبال على المشاركة استشعار المصريين أن أنا مهم جدا في اللحظة الدقيقة دين أنا أنزل وأشارك بإيجابية شايف ربط هذا المشهد بظروف السياسية اللي بتمر بيها الدولة أو حتى بنشوفها بنتبحها على الجهات الأربع أو التلاتة شرقا وغربا في ليبيا وجنوبا في السودان ده كلام مهم لأنه الحقيقة حقاوز أفكر الناس بحكاية وطن المؤتمر المهم اللي اتعمل وتم استعراض فيه الجهود اللي اتعمل والرئيس عبد فتح السيس الحقيقة عمل مدخلات مهمة فيه وتكلم فيه وتكلم عن حجم التحديات اللي كانت موجودة وإيه اللي تم إنجازه فالحقيقة إنه الرئيس قدم نفسه حتى وقتها قال أنا برشح نفسي لكن أنا ده اللي تقدم وإحنا بنعد بمزيد من العمل وإننا نحتاجين نشتغل أكتر وإننا توسع أكتر وهنبزل جهود أكتر وإذا الناس عاوزوا تغير تغير الحقيقة يمكن ده كان جزء مهم قوي من تصديق الشعب المصري لفكرة إن أنا بصارح وبقول إن إحنا نشتغل أكتر مش بعد بإن إحنا حيبقى الأمور سالسة أو أسهل أنا عاوز فرص عمل وعاوز صناعة وعاوز أستوعب الزيادة السكانية وعمل مدارس وعمل صحة وعمل تعليم في دولة تتقدم بالعلم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيره وفعالم بيشهد تحولات مرعبة فالحقيقة العالم برضو كان مهم جدا زي ما أنت أشرت في السؤال فعلا شعر مصر كان مصدق وكان حاسس إنه محتاج يدي شرعية إضافية الحقيقة للدولة المصرية وللرئيس عبد الفتاح السيسي إنه ما كانش بس نازل عشان يختار رئيس لا هو نازل استشعرا بالخطر وبرغبة حقيقية في إنه يقول آه إحنا مصدقين اللي بيحصل وإحنا عارفين مشاكلنا وعارفين إن إحنا محتاجين نشتغل أكتر محتاجين آه النهاردة نصدق إنه الحوار الوطني اللي اتعامل آه كان مبادرة حقيقية من الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي برضو كان في بعض الناس بيشككوا فيها وإنه الحوارات اللي قبل كده لا كانوا حار مختلف وفتح باب لمشاركة واسعة فالناس هنا مصدقة على اعتبار إنه اللي خلانا نواجه كل المشكلات دي خلال عشر سنين وإحنا عارفين مشاكلنا بالمناسبة وأظن إن الحوار الوطني فتح كتير من النقاط السياسية والاقتصادية والاجتماعية إحنا محتاجين إيه آه إحنا عارفين إحنا محتاجين كم مدرسة وكم مستشفى ونعمل تأمين صحي شامل نكمله وخلال الست سنوات عاوزين نعمل مجال سياسي أوسع ومشاركة كان فيه ثلاث رؤساء أحزاب مرشحين وجدوا فرصة والإعلام أتحلوهم فرصة وفرص مجانية لإنهم يعرضوا برامجهم دي فكرة بتدي كمان إحساس بإنه النزول ده تأكيداً لإنه الحوار الوطني كان مسمر فيه طائرات ساسية فيه طائرات أهب الزب وممكن في كلمة الرئيس كان واضح إنه بتكلم على الحوار الوطني إنه لازم فيه تنوع ولازم الناس كلها بتتكلم متعرف إحنا بالفعل أي حد ممكن التشخيص سهل لكن هو العلاج هو الأصعب لكن التشخيص خطوة مهمة الحقيقة وده اللي عمل الرئيس عبد فتح السيس في سنوات الأولى الحقيقة وكان حاسم في فكرة إنه هنشتغل في كل الملفات في وقت وكمان الحضور ده برضو فيه إجابة على أسئلة بتتكلم طول الوقت كان الرئيس عبد فتح السيس كان هنا كمان يلفت نظره إلى إنه شعبيته مهددة لأنه هي دي نقط لأنا كنت عايزة إجراءات صعبة أتناقش مع حضرتك فيها وستاذ أكرم فيه أصوات كتير لفترات شفناها بتتكلم في نقطة إن الإجراءات اللي بتحصل علشان يحصل نوع من أنواع الإصلاح وعلشان يحصل تنمية وعشان يحصل بناء دي كانت ممكن تؤثر بشكل أو بآخر على شعبية الرئيس السيس ما كانش حينفع أبدا حاجة جاوب عليها غير النتائج والأرقام والانتخابات وتواجد الناس وهو الرئيس نفسه قال إنه في الإصلاح الاقتصادي كان هناك أرى ترى إنه شعبيته مهددة وإنه هناك خطر حقيقي من اتخاذ هذا الأمر لكن هو قال إنه الشعبية ليست أهم من البلد ومن إنه يبقى فيه اقتصاد حقيقي فكرة ازدواج العملة فكرة السوداء فكرة الاحتكارات وفيه يعني الحقيقة إنه خلينا نقول إنه فيه حجم ضخم من الضغوط داخلية وإقليمية ودولية كشفت ده فكان الرئيس قال إنه أنا قلت إنه إحنا لو الشعب ما تقبلش ممكن إيه نسيب ويبقى فيه حد تاني ده قالوا أكتر من مرة وقالوا فيه منتدادات الشباب بشكل واضح مؤخرا أيضا كان فكرة إنه بعض الناس استنادا للدعايات الخارجية والمنصات والنجان الإلكترونية وأيضا استنادا لي برضو فيه ناس عايشة في فقاعات يعني ممكن تقول كلام نظري وتستسل أو تقول إيه هو إحنا هنأكل طرق كباري آه إحنا هنأكل بالطرق والكباري لأنه بدون طرق كباري وبدون هذا الحجم النهاردة تطبيقات اللي موجودة في النقل العام النهاردة والنقل الخاص وغيره القطارات السريعة والمترو البدائل المختلفة يعني وإن أنا يبقى عندي نقل عام حضاري زي اللي موجود برة يبقى عندي حركة سياحية واضحة ومرتبطة وبعدها خلال ساعتين أو تلاتة يقدر يلف القهرة ويشوف المتحف الكبير ويشوف ده إذا أنا عملت المتحف الكبير أو المتحف الحضارات أو الغرداء أو شرم الشيخ أو المنطق السياحية بدون ما يبقى عندي طرق قادرة على أنها تربط ده يبقى أنا بعمل أماكن معزولة ده النقطة النقطة التانية هو أنه الزراعة مصر 95% صحيح إذا أنا هزرع في سيناء فكرة البدائل 55 مليار متر مكعب ميا وإنت 20 مليون أو 30 مليون هما نفسهم وإنت 106 مليون كان في محطات التوقية زي بحر البقر زي المحسامة زي غيره وعبر الميا لسيناء وازرع بصوة ألف فدان بتفتح مشاريع تنموية يعني ما ينفعش أي مشروع تنموية يحدث دون وجود شبكة طرق وبنية تحتية لأنها دي الأساس في البداية ومية وصرف وتنمية حقية أنت عارف القوس الغربي النهاردة بص للقوس الغربي في العالمين الجديدة وفي القوس الغربي في المنطقة الغربية وفي الزراعة وفي تفكير طول الوقت بالمناسبة ممرات التنمية دي كانت مطالب طول الوقت من العلماء والخبراء أن الممر قناة السويس دي ممر تنمية القطارات والطرق دي تخلق حوالها مجتمعات باجي الأرض اللي أنا مستصلح 500 ألف فدان في سيناء كل فدان لو خلق أربع فرص عمل بتتكلم في 2 مليون فكرة توطين مجتمعات حقيقية وتكون سيناء قادرة في الدفاع عن نفسها كمدن قابلة للنمو والتساع وتم في كتير منها المخططات الحقيقة النفس الأمر القوس الغربي الصحراء بقت بفلوس وبقت لها تمن ودي استثمارات فلوس داخلة يعني ممكن يبقى بعض الناس دايما إيه بتسائل هو احنا ممكن نخلص من الأزمة الاقتصادية إمتى أو ممكن يبقى أنا حسن الأجور وحسن المعاشات زي ما حصل وأعمل في كرونة ضمانات اجتماعية وحزم اجتماعية بناء على أن أنا عندي استثمارات وعندي إصلاح يستطيع أنه يعمل إحنا هنسأل حضرتك بعد الفاصل إيه هي الأولويات على أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة 2024-2030 برؤية الأستاذ أكرم القصاص ما هي كده سلم الأولويات على أجندة الرئيس المقبلة نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده ونكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر إيه اللي موجود على قائمة أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفرحلة القادمة هو ده كان سؤالنا اللي طرحناه على الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع قبل ما نطلع الفاصل أستاذ أكرم خليني أعيد طرح السؤال حررتك شايف إيه اللي حيكون على أعلى قائمة الأولويات في الفترة القادمة وطبعا الدولة ما عندهاش ملف بتأجله وحسب ملف آخر ودايما ده اللي حصل في مصر وده اللي بيحصل طول الوقت لكن ربما خلينا نقول إنه في ملفات ملفات السياسة الخارجية والأمن القاومي دي ملفات غاية الدقة وأظن إنه الأزمة في غزة كشفاء فهذا ملف لا يتوقف العمل فيه كل الدولة المصرية بمؤسسة أظن مصر أدارته باحترافية وبقدرات كبيرة بغض النظر عن أي منصات أو كلام بيقول كلام ونزول المصريين كان اقتناعا بأن الدولة المصرية بتدير هذا الملف بكفاءة وبقوة وبخطوط حمراء واضحة للسياسة والدبلوماسية وغيره وده ملفات بتدار أولا مصر طوال السنوات اللي فاتت في عهد الرئيس كانت ترفع شعار الشراكة والتعاون والمسارات السياسية مصر ليبيا النهاردة الفرقاء اللي بين موجودين في مصر ومصر الرعد كذا جال وقالت ان الاستراعات دي غلط استراع دا إن أجلا أو أجلا سنتهي إلى سياسة بنبدأ المصاري السياسي ويبعد الميليشيات والتدخلات الخارجية ومصر لا تتدخل مصر بتحمي أمنها القوم بقوة لا تهدد لا تتدخل قوات المسلحة المصرية جيش قوي جدا يحمي لا يهدد لا يتدخل أو يعتدي دي نقطة مهم الشراكات الملف الدائرة العربية أعتقد قوية جدا ومصر بتسعى فيها الدائرة الأفريقية في أفضل صورها من كل الاتجاهات ومصر بتسعى دائما شوفنا حضور لافت للدولة المصرية الدائرة الإسلامية والدائرة المتوسطية الأحياء الرئيس عبدالفتح السيس الحقيقي اللي هي العلاقة مع أوروبا بشكل عام الدائرة المتوسطية دي كانت من دعوة لمفكرين كثيرين منه نحن لازم بلين علاقة بأوروبا فده الدواير دي مهمة وموثوق فيها والسياسة الخرجية المصرية قوية السياسات مصر فيما تعلق بالتعمير وسينة وإضافة جغرافيا الحقيقة لأنه خلينا نقول أنه 7% لا 14% تقريبا أو 13% رقعة زراعية في الزحرة وفي التعمير وكذا ملفات التنمية والمشروعات الاقتصادية المشروعات الكبيرة مستمرة في تصوري أنه حتى من قبل ده يعني فيه وثقة ملكية الدولة فيه يدخل القطاع الخاص بشكل كبير فتح الباب للإستثمارات عندنا بنية السياة النهاردة تشجع الاستثمار فيه مطالب وفيه استثمارات خارجية حقيقية بتدخل الملف الأهم كمان الأشار إليه حتى الرئيس في جلمته هو ملف الحاساسية أنه الحوار الوطني رسخ لحوار كبير لأنه أي ملف اقتصادي أو اجتماع مرتبط بالسياسة إحنا محتاجين ما يبقاش فيه فراغ سياسي يبقى فيه مجال عام واسع وده أتحه الحوار الوطني وأظن أنه يبقى فيه إجراءات مهمة يعني أظن الرئيس منذ البداية في الحوار الوطني استجابة لجنة العفو الرئاسي إطلاق عدد كبير وأظن أنه في الفترة الجاهة سيكون هناك خطوات في هذا الأمر الأحزاب لازم تكون ناشطة تدخل في الشارع بشكل كبير ولها علاقات وكان فيه ثلاثة رساحة ملف الاقتصادي يبدو أنه الأهم بالنسبة للمواطن والمواطن بالذات مش بيبص للملف الاقتصادي كجزء من ملف دولي وعالمي والسياسات مالية والبنك الفيدرالي الأمريكي ونعكسات أزمة علمية ضخمة رفعت الحبوب ما يقرب من 500% أسعار الحبوب وسلسل النقل ولولا مشروعات زي مستقبل مصر وتوشكة وغيره في الأمح والمنتجات الزراعية كان يحصل أزمات كمان ملف الاقتصادي مرتبط به يعني من التصدير والاستراض إذا أنا بصدر سلعة إذا البصل أو التوم بيرتفع سعرها محليا إذا يقدر أزبط ده برضو مطلوب الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق بشكل أو آخر يمكن في أزمة البصل والرز والسكر الأخيرة كشفت إنه فيه احتكارات أسواق سوداء محتاجة إحنا في اقتصاد سوء وما فيش تسعير جابري لكن كمان اقتصادات السوء لها آليات غرف تجارية ويبقى فيه مسئوليات وغرف تجارة ضبط الأسعار في رأيي سيكون مهم جدا مع طمأنة الشارع أظن إنه فيما يتعلق به السياسات المالية والسياسات النقدية أظن إنه كان فيه كلام واضح خلال الفترة الفاتن إنه إحنا أكتر من سنة بالمناسبة مصر رفضت إن هي تعوم أو تدخل في ده وده كان تصرحات واضحة للرئيس قال إنه مصلحة الشعب ومصلحة الناس والاقتصاد إنه مش هتحمل إن الدولة بتتحمل لكن هذا الأمر جزء من سياسات نقدية بتديرها الدولة لكن حتى السيد الرئيس في أكثر من مرة أستاذ أكرم ذكر إنه ده لو جي على حساب المواطن المصري فأنا حرفضه لأنه في النهاية أنا ملتزم بهذا المواطن بشكل كبير والنقطة الحركة قلت عليها فكرة ضبط الأسعار ضبط الأسعار والأسواق للناس في الفترة اللي جاي أنا عايز بس أرجع لأرقام معلش إنه أرقام مهمة جدا إنه تم إعلان عنها من قبل الهيئة الوطنية الانتخابات بالأمس تكلمنا عنه نسبة المشاركة على فوز أو النسبة الخاصة للرئيس عبد الفتاح السيسي فيه رقم كمان عايز أتوقف يعني عنده مع حضرتك اللي هو الأصوات الصحيحة وصلت إلى حوالي أكتر من 44 مليون بينما الأصوات الباطلة في أقل نسبة هنتكلم على حوالي 480 ألف وذي نسبة مقارنة باستحقاقات دستورية وسياسية سابقة نسبة أوليلي قليلة جدا ده بيعكس حاجة فاندي للدلالة بيعكس إيجابية إيجابية وكان فيه مرشحين حقيقة أدلوا يعني ممكن يبقى يعني خلينا نقول ممكن يبقى الكلام على مش منافسة إنه الشعب أو الناس وهي بتصوت بتصوت لي مستقبلها بتصوت للي هي شايفة صح بتصوت للي صدقت ده مش معناها تقليل بالمناسبة من رئيساء الأحزاب أو الناس بالعكس لهم كل الاحترام وأظن الرئيس وجه لهم الاحترام وقدروا معركتهم الحقيقة باحترام لأنه برضو دي قواعد مهمة عدم الخروج بقى فيه مواثق شرف في احترام بقاش فيه يعني هذا الشكل غير المطلوب من الأداء اللي هو بيفقد الناس احترام لكن كمان الحقيقة دي فرصة ليهم فرصة للأحزاب وفرصة لتنوع كبير لأنه زي ما بنقول ملف السياسي وكمان العمل العام مش بس السياسة العمل الأهلي وأظن أنه كمان يعني يذكر للرئيس عبد فتح السيسي الحقيقة أنه دعم العمل الأهلي بشكل العمل الأهلي والحقوقي طول وقت كان فيه أسئلة هو التمويل وهو أنا يشتغل إزاي ودورهم إيه لا احنا بنفتح الباب بقوانين واضحة وتغيير القانون بالشكل الأرضى والاستراتيجية الوطنية لحوه إنسان أرضى حتى الحقوقيين وهيه يفتح الباب لأنه يبقى تمويل وواضح فلوسك جات منين بتصرفها منين ما يبقاش فيه وده موجود في كل دول العالم في كلوات شرعية وعلى أرضية وطنية تشتغل الملاب في العمل العام في الأهلي التحالف الوطن العمل أهلي وده مبادرة من الرئيس قال بدل ما كل حد تشتغل وعده آه وكل مجمعية بتشتغل وعده لكنك تبع في أعمال كبرى في نقل في حجرقة زي بتاعة غزة دي وحجم المساعدات الضخمة اللي أكبر من كل دول العالم ده كلام مهم فالحضور هنا الجزء الأهلي جزء استراتيجية حول الإنسان جزء الحوار الوطني كل ده ساهم في الأرقام اللي أنت أشارت ليه وأنه الناس مش هيدي للباطل معنده تلات مرشحين لو هو عاوز يختار منه بالتأكيد يختاره والأرقام اللي جايبينها أرقام مش قليلة مقارنة بأنهم بياخدوا ده فده تأكيدا ده ارتباطا يمكن الرئيس أشار في كلامه في كلمته إلى أنه الحوار الوطني وأنه كمان بيتحمل مسؤولية لأنه الرقم ده برضو هو كبير جدا وبيدي شرعية كبيرة جدا للرئيس وبيحمله مسؤوليات كبيرة وهو لم يرفض أبدا تحمل هذه المسؤولية أظن أنه فيه إدراك واضح وفيه تحولات كبيرة في العالم تحولات في السياسة وتحولات في الاقتصاد تحولات في النفوذ والصراعات مختلفة تتولى شايفينها كل يوم فيه مصر تتكلم عن السياسة الخارجية في البريكس فيه العمولات المحلية في التبادل مع الإمارات ومع بعض الدول العربية ومع دول البريكس ومع دول زي روسيا أو الصين ده ممكن يحل يعني كل دي حلول الأهم هنا هو حاجة مهمة أنه المصر طول الوقت المنصات طبعا الناس بترفص اللي هو المنصات الإخوانية والناس اللي بيعتاشوا على الشائعات أو بيقبضوا يعني ومبسوطين بده أعتقد أنهما تعبنين جدا وعندهم مشكلة وبيغضبوا لكن هو الأهم الداخل الحقيقة أنه فيه تقارير كتيرة وشائعات كتيرة حولها الاقتصاد والانهيار لا الدولة ماسكة نفسها وقدرة أنها تعدى الرئيس لم ينكر أبدا أنه الناس والحققها تشتكي وأنه يبقى فيه اقتصاد بس أنا أنت من حققك يعني حققك أن أنت تسأل وحقق حققك على الدولة أنها تجاوب وتقدم لك المعلومات لا إحنا فيه إمكانات قوية جدا في البلد فيه بني أساسية وجاذب استصمرات فيه أراضي موجودة فيه مدن فيه سكان اجتماعي فيه كمان تأمين الصحي اللي أنا بعمله العلاج ده ضمان العلاج لكل مواطن في مصر ده ممكن استبدال الأكل والشرب واللبس لكن ما أقدرش أستبدل العلاج ده جزء مهم قوي في إدارة الملفات ملف العلاج ملف التعليم استكمال الملفات ومرحلة جديدة كمان في الانفتاح أكتر والمجال العامل واسع أكتر وده كله بالمناسبة في الكلمة الملخصة اللي قالها الرئيس وعد بده بشكل وده يعني السنوات الجاية سنوات إحنا عدينا مرحلة انتقالية صعبة جدا السنوات الجاية أيضا مش سهلة تحديات كبيرة احنا شايفينها نتمنى أنها تنتهي كمان الحرب على غزة في فترة قريبة ومصر بتبزو الجهود لنبدأ كمان إنه كل الملفات تتبقى مفتوحة مع الطمأنة لأنه كل التقارير والشاعات والحاجات نستند للحقائق وللعقل وده اللي استند إليه المصرين وهو بيسوات في الانتخابات وبيسواتوا للرئيسات ونواجهها بالعمل وبالمشاركة الإيجابية كما ذكر السيد الرئيس بشكرك شكرا جزيلا لكاتب الصحف الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة صحيفة اليوم السابع نورتنا وشرفتنا وصباح الخير على الحافظ شكرا صباح الخير